برحب بحضراتكم مرة تانية في صباح الخير يا مصر وزي ما اتكلمنا معاكم في بداية الحلقة عن التغيرات المناخية والأجواء الحرة وأيضا الارتفاع في درجات الحرارة اللي موجودة في معظم دول العالم إن لم يكن كل دول العالم ويتابعنا التصرحات الخاصة بي الأمين العاملية الأمم المتحدة أنتوني جوتيريش اللي قال فيها اللي احنا تحولنا من الاحتباس الحراري إلى الغلايان الحراري تحديدا إيه هو ده وإيه المقصود بيه وإيه أيضا المطلوب مننا علشان خاطر نحاول إحنا نقلل من حدة هذه التغيرات وإحنا نحاول إحنا ما نقصرش على الأمن الغذائي ما نقصرش على المياه لأن ارتفاع درجات الحرارة زي ما قلنا لينعكسات وانعكسات كبيرة جدا إن لم نقوم بالتصدي له في الوقت الحالي أعتقد قدام هيكون فيه خطر موجود النهاردة من دوق نقص الخطر اللي قد يأتي لأقدر الله في حالة عدم الالتفاف والتكاتف الدولي والدور المجتمعي لكل شخص في هذه الظاهرة هذا هنتعرف عليه بالتفصيل من خلال ضفنا الكريم الدكتور عبد المسيح سمعان الأستاذ بكلية الدراسات العليا والبحوث البيئية بجامعة عين شمس صباح الخير يا دور أهلا بك يا فنم صباح النور صباح الخير أهلا بك دكتور يعني يمكن كان فيه تصريحات صادمة بعض الشيء لأنطونيو جوتيرش العميل العاملية الأمم المتحدة بفكرة التحول من الاحتباس الحراري للغلايا بالزبط وكده في الغلايا خلاص وحاسين بدا ده كان تصريح قاله في دوق ما بر به العالم في أكتر ارتفاع لدرجة حرارة الأرض كان في شهر سبعة الماضي نعم يمكن على الإطلاق لأنه تزامن عدة عوامل مع بعض هي اللي قدت إلى هذا الارتفاع في درجات الحرارة على مستوى العالم وزادت درجات الحرارة بشكل كبير جدا عندنا أكتر من حالة أول حاجة القبة الحرارية التي حدثت فيه على الدول العربية وبعض المناطق من وجود ارتفاع جوي أدى إلى عدم يعني نعكاس الحرارة إلى خارج الكراءة الأرضية فرددت مرة تانية إلى سطح الأرض فطبعا زود درجات الحرارة على مستوى المنطقة العربية بالذات وعلى مناطق من العالم دي أول نقطة النقطة التانية يعني الحقيقة إحنا السيناريوهات كانت بتقول إن إحنا لسه قدامنا شوية على ما نوصل لدرجة ونص صحيح على درجات الحرارة الفترة الأخيرة كنا كمان عاوزين نحافز على الدرجة ونص يعني ما نعديهاش ما نعديهاش الموضوع هل تفاقب بسرعة؟ بالضبط الأمر بقى يعني زاد بسرعة كبيرة جدا لدرجة إن إحنا بقينا بالفعل على إعتاب زيادة درجة ونص عن 1860 وده السيناريو اللي إحنا ما كانش حد يعني يتوقع قوي كان لسه قدامنا شوية على ما نوصل للدرجة ونص فحضرتك لما نتكلم النهاردة زيادة على مستوى الأرض درجة ونص مع قبة حرارية مع بداية ظاهرة بنسميها الظاهرة النينو اللي بتزهر في العالم من أربع إلى سبع سنوات ابتدت تزهر ويكون يعني التعاظم بتاعها في شهر ديسمبر القادم ثم تعود لتنحصر في شهر إبريل القادم يعني شهر ديسمبر هيبقى لتعاظم يعني أنا بقى وصلنا للزروة زي ما بيتقال هنوصل لهذه الظاهرة للزروة في شهر ديسمبر القادم بس مش في درجات الحرارة في التداعيات ما هل يريدون أن نتطمن عليها مش في درجات الحرارة يعني مش هنشوف من هنا لديسمبر ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة لا هو في ارتفاع بس مش هيبقى التعاظم كله في شهر ديسمبر الظاهرة كلها من سيول من أمطار من تداعيات كبيرة على مستوى العالم هو ده اللي احنا هنشوفه بداية من شهر لا دكتور اللي احنا بنتكلم فيه يمكن أنا كنت موجود في روسيا يعني ساة القمة الروسية الإفريقية بمحرور السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي وروسيا المعروف عنها ان هي دايما بتكون تلج كان فيه حاجة برضو غريبة من ظواهر التغيرات المناخية يعني كان الصبح مطر شديد جدا وبالليل تلاقي الدنيا الليل ده عندهم يعني الدنيا ما بتلاقيه لش غير ساعتين أيوة بالزبط فتلاقي مجرد مثلا ما تيجي الساعة ثلاثة تلاقي الشمس طلعت بالليل ترجع مطرة تاني فهل دي التغيرات المناخية اللي بتصيب كل دول للعالم فقط بالزبط يعني مش فكرة ارتفاع فدر ارتفاع وانخفاض فكرة تقلبات مستمرة في اليوم الواحد تقلبات مستمرة مع وجود أمطار وسيول احنا يمكن شفنا امبارح اول امبارح كان فيه أمطار وسيول في بكين في الصين وبالتالي مش يعني كل العالم في امريكا في الحرائق وغيرها كل دي تدعيات لهذه الظاهرة المخيفة يعني بتدينا نقول دلوقتي بقت مخيفة يمكن كنا بنحذر منها بنقول يعني احنا السيناريو قدامنا لسه شوية لكن هذه الظاهرة أصبعت بالفعل مخيفة تتحرك الدول لاتخاذ اجراءات تنفيذية بالفعل على أرض الواقع ممكن نشوف يعني الحمد لله احنا في مصر يعني الدنيا بس حاسين بشوية حر زيادة لكن الحمد لله ما عندناش فيضانات ما عندناش سيول ونتمنى طبعا ان ده ما يتمش علينا في مصر لكن احنا شايفين التدعيات كلها على مستوى العالم طيب حيك قلت ان لم يتم اتخاذ الاجراءات التنفيذية والاجراءات التنفيذية هنا دي معصود بها يعني ايه البروتوطايب او الاجراءات اللي انا لازم امشي عليها كده خطوات علشان اقدر احدهم ده هل هي مخرجات قمم المناخ اللي كان اخيرا كوب 27 في مصر هنا او اتفاقية باريس ولا ايه هي الخطوات التنفيذية المطلوبة فعليا والتحرك فيها بشكل جاد هو المفروض ان احنا اي كوب كان بيحصل بيطلع له توصيات المفروض ان الدول تلتزم بهذه التوصيات كوب 27 الحياة طلع عدد من التوصيات اهمها بالاضافة الى صندوق الخسار والاضرار اللي يمكن كل الناس سيتعرف انه هيبقى فيه الدول هتدفع للدول المتضررة من الدول المتقدمة دي اول حاجة الحاجة التانية المهمة خفض انبعاسات ساني اكسيد الكربون والميسان بشكل يعني فوري وان لم يحدث هذا السيناريو ستظل درجات الحرارة على ارتفاع ده دي نقطة المهمة لابد من اتخاذ اجراءات عجلة لخفض الانبعاسات طول ما الانبعاسات فيه زيادة وده اللي حصل انه احنا لي زدنا بسرعة وصلنا لدرجة ونص لان الانبعاسات للأسف بتزيد مش بتقل وفكرة تحول بعض الدول المتقدمة لاستخدام الوقود مرة تانية لأحفوري بالزبط فهو ده اللي اثر بالشكل الملحوظ وده يمكن تدعيات الحرب الروسية الوكرونية ونقص الانبادات التدعيات السياسية اللي في العالم ابتدت طول تانية بعد ما كانت وقفت استخدام الفحم ابتدت استخدم الفحم مرة اخرى وبالتالي لابد من الوقف واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة طاقة الشمس طاقة الرياح طاقة الهيدوجين الأخضر بس المهم العلم يبحث لنا عن هو ليه العالم مش عاوز يستخدم ده دلوقتي أو بيستخدمه على استخدام لان اقتصادياته مكلفة وبالتالي لابد ان هو لابد ان احنا نوصل بسرعة الى تقنيات حديثة تحسن لنا الاقتصاديات بتاعت استخدام هذه الطاقة الجديدة والمتجددة وبالتالي هو ده السيناريو الاساسي اللي لابد بدونه لن تحدث تعديلات أو تغييرات في درجات الحرارة بل ممكن ان تزيد عن هذا وده لما دعا الامين العام الأمم المتحدة يقولك احنا دخلنا كنت بنتكلم على الاحتباس بنتكلم على الغلايا يعني الدنيا هتزيد اكتر واكتر والصعوبة هتزيد اكتر واكتر وعلى الناس كلها مش على مكان واحد حتى لو الدول دكتور عبدالنسي عشان نكون برضو اكثر تقريبا للمشاهد اللي بيتابعنا دلوقتي فكرة التحول من الاحتباس للغلايا هل تأثيره هيكون في ارتفاع درجات حرارة فقط ولا ازاي هيتفقى بالامر وهينعكس على المواطن ازاي لا ما هو ارتفاع درجات الحرارة ده بينعكس على المواطن يعني انا مثلا ممكن جدا المواطن تجيلو حاجة بيسموها الاجهاد الحراري او ضربة الشمس ممكن جدا وانا مش في الشمس لو انا مش مستحمل درجات الحرارة ممكن انا في البيت بالمناسبة يعني لو بتعرض درجات الحرارة عالية ممكن جدا فيه غدة فيه الموخ بيسموها الهلب بسلامس الغدة دي بتفرز العرق العرق ده ميكانيزم مهم جدا دفاعي لما الانسان بيتعرض درجات الحرارة بيخرج العرق العرق ده لما بيطلع بيسحب معاه الحرارة الزيادة وبالتالي لو الغدة دي وقفت نتيجة ان الحرارة موجودة والحرارة زيدة الميكانيزم العرق هيقف وبالتالي تظل الحرارة كاملة داخل الانسان وطبعا ممكن يتعرض لنوبات خطيرة جدا قد تؤدي الى الوفاء وبالتالي عشان كده من احتباس الحرارة الى احتباس حرارة داخل جسم الانسان بالزبط عشان كده بننصح الناس ان هي ما تتعرضش للحرارة بشكل مباشر واذا حست بهذا يعني على طول تاخد شور مية ساعة علشان تشغل الهايبو سالمس علشان يرجع يشتغل ميكانيزم العرق طيب ده واحد طببي تأثير طبي دي الحاجة طبعا او صحي يعني هو انعكس علي صحي طيب انعكس يعني بالإنجاز الاعمال انا النهارد عشان اشتغل لازم ليه جو كويس فالنهارد فالدرجات الحرارة زيادة بيقل إنجاز الأعمال كل الأعمال اللي موجودة حروتك بتشوف يعني اتليست الأعمال الحرفية لو فيه درجة حرارة عالية جدا الراجل الحرفي اللي بيشتغل هيشتغل ازاي في درجة حرارة علي وبالتالي هيقل الإنجاز وإنجاز release أمثل حاجة إلى زيادة الانتاج. أنا يهمني أتطمن على حاجتين أكتر حاجتين. لأن يمكن إحنا دايما كانت التكاهنات بتقول إن الحروب القادمة هي حروب مياه. هي حروب غزاء. يهمني أتطمن على الغزاء. الأمن الغزائي. وأيضا الموارد المالي. لأن إحنا شفنا جفاف عدد كبيرة من الأنهار في أوروبا. تمام. الأمن الغزائي حاجتين. إنتاجية زيادة وناس قادرة على شراء. دول مؤمن جدا في الأمن الغزائي. طيب. مع زيادة درجات الحرة متوقع إيه؟ متوقع إنه الإنتاج الغزائي في العالم يقل المحاصيل هتتراوح ما بين 5 إلى 30%. يعني الأمح يقل من 9 إلى 18%. الأرز يقل بنسبة 11%. الأصب السكر يقل بن 20%. وبالتالي الطماطم وهكذا كل المحاصيل تقل. المحصول الوحيد اللي ممكن يزيد هو محصول الأطن. يزيد بنسبة 17%. لأنه وحتاج حرارة. لأنه وحتاج حرارة عالي. أما بقية المحاصيل اللي إحنا بنعيش عليها هتبتدي إيه؟ هتبتدي تقل. وعشان كده لو حضرتك تلاحظ إن الهند يعني أصدر التصريح منذ عدة أيام. قالت إحنا مش هنصدر الأرز إلى الدول الأخرى. ليه مش هنصدر؟ إحنا مش عارفين إيه اللي هيحصل في فترة جاية. وبالتالي كل واحد يحاول يعمل اكتفاء ذاتي. بيحتاج مية. فممكن يحصل جفاف في أسيا. هي ما تعرفش إيه. إحنا كلمنا على دور دولي. وحضرتك قلت ضرورة الزام الدول بيه اللي هي تكون موجودة أو تقف قدام التزامات. ويتلبي التزامات اللي قالتها في مخرجات كوب كلها. علشان حافظ على ده. طيب مطلوب مني أنا كفارد إيه عشان ما بقاش جزء برضو من هذه الانبعثات الكربونية. مطلوب مني يا فارد بقى أرشد في كل الأمور. الترشيد هو ده الحل السليم. يعني أرشد في استخدام الغذاء. أرشد في استخدام الطاقة. ما هو كل ده حضرتك لما بتشغل النور في البيت كله. ده بيصحب كهرباء. بيصحب كهرباء ليه؟ لأن كهرباء بدي بتيجي من تربين بيشتغل بالوقود الإحفوري طول ما أنا أشغال بالكهرباء كل ما يعني باستخدم موقود إحفوري كل ما أطلع السليم أكسيدي الكربون. يبقى إذن أنا كمواطن يجب أن أرشد في استخدام الكهرباء. يجب أن أرشد في استخدام الغذاء. ودي نقطة مهمة جدا. يعني إحنا ليه بنرمي ساعات أكل قد يكون مفيد يعني. دول العالم ما بترميش أكل. وبالتالي أنا كمواطن يجب أن أحافظ على هذا الغذاء يعني للتدعيات التي يمكن أن تحدث في هذا الأمر. مصر طبعا عملة جهود كبيرة جدا في مجال تغير المناخ عظيمة جدا. ويمكن لو سندناها ناخد حلقتين تلاتة. دلوقتي بالفعل فكرة الهايدروجين الأخضر. وشوفنا الاتفاقيات الكتيرة اللي وقعت على هامش معقاة قيمة جوب. وشوفنا اجتماعات تنفيذية كانت بمتابعة من أستاذ الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ أيام. والمحطات اللي بتعملها مصر بالتعاون مع دولة الأمارات الشخية. وعلى طبقات كل ده بيأكد اللي احنا يمكن أقل تصديرا أو انبعاثا للكربون. لكننا محافظين على هذا. نحن ستة من عشرة انبعاثتنا لكن أكتر ناس محافظين على فعلا مصر خدت مجال متقدم جدا في يعني معالجة. وهو ده يعني احنا هنا بنتكلم في الدور المجتمعي والدور العالمي والتزاماتنا تجاه العالم والدول الأخرى. وهو ده دائما النهج المصري والدبلوماسية المصرية اللي احنا ما بنتحدش يعني أو لا نتخطى حقوق الدول الصديقة الدول المجاورة ودول العالم أيضا. لأن كلنا على كرة أرضية واحدة لابد أن نحافظ عليك. بنشكر حضرتك شكرا جزيلا الدكتور عبد المسيح سمعان الأستاذ بكلية الدراسات العليا والبحوث البيئية بجمعتين شمس. شكرا. شكرا.